فابور ما غتخلص حتى شي حاجة وفقط من الدار عندك وفي ثلاثة دقيقة تقريبا غتتكون سالية كل شيء ونزيدك على هذا الشيء كامل وأنك ما غتتحتاج للباسبورت لك الأول السلام عليكم ورحبا بكم فيديو جديد اليوم غدي نهضروا على القرعة تل أمريكا كيفاش يمكن لك أنك تدفعها شنو الأغلاط اللي خاصتك تجنب والمعلومات والشروط اللي خاصتك تعرفهم قبل ما أنك تدفع لها أول شيء القرعة تل أمريكا فهي رسميا بدأت في 4 أكتوبر والمدة هي قريبا شهر فذلك شعر لك أن نصحكم أنكم تدفعوا مع الأولين في هذه الفترة وما تجعلوا بطبيعة الحال حتى الأخير على تدفعوها بالسبب القرعة الأمريكا الناس اللي ما عارفينها وهي واحد القرعة التي تنظمها الحكومة الأمريكية إذا تقبلت فيها يمكن لك أنك تمشي تكمل حياتي لك في أمريكا أو تعيش في الحلم الأمريكي الكثير من الناس هنا يسمعون الحلم الأمريكي أمريكا يقولون بأنها تشفي فلوس بثاف أنها تطلب بثاف الواتعاء أنها تشفي التعقيلة بثاف وهذا شيء كامل غالط قرعة أمريكا فهي أسهل حاجة يمكن لك أنك تتصورها فابور ما تخلص حتى شيء حاجة وفقط من الدار عندك وفي ثلاثة دقائق قريبا ستكون سالية كل شيء ونزيدك على هذا شيء كامل وأنك لا تحتاج للباسبورت لأوله في هذه الشرط الجديدة لدائرينها أهم شيء وأهم شرط يكون عندك وهو تكون قاري 12 عام للفوق وأن تكون قاري حتى البكالورية فما فوق الناس الذين لا يقاريون حتى البكالورية كان نصحهم أنهم لم يضيعوا الوقت لهم ويدفعوا القرعة أمريكا لماذا؟ لأنك أخذت فيك القرعة لا تقبل ون تقبل ون تقبل ون تحرمك وهنا ستكون فقط حرمتي على واحد أخر في بلاسة أخرى في بلاسة أخرى يأتي في بلاسك ويكون مفر الشروط كاملين ويقدر يمشي ستكون انت تحرم على واحد أخرى يعني من الأحسن أنك تكون دير شروط كاملة بالنسبة للطريقة كيف أنك تدفع وكما قلت لكم في فابور لا تخلص حتى شيء حاجة بلما تحتاج تمشي للسيبير لتشي واحد يدفع لك وتخلص وقد تدفع فقط رأسك أول حاجة أخذك تديره أنك أخذك تدخل الحكومة الأمريكية التي فيه الفورميولار عندما تدخل هذا الفورميولار تعطيك الواجهة التي تكون ديرها بحالك تورك على العيبة الخضراء لكي يخرج لك الفورميولار بالنسبة للفورميولار فهو أسأل حاجة لك أنك أتعمرها كنت تبدأ في الأول باسمي جالك من بعد هو شراجل أو مرأة تاريخ الإزديات المكان هذه الإزديات كذلك فين تعيش بعد أنك قد تعمر المعلومات الشخصية جالك يعني حصلت في فجال القراية ومش مجوج من مجوج ومش عندك الولاد ومش عندك الولاد ومش عندك شي سهل بزاف وغادي توصل إلى مرحلة صويرة صويرة وهي أهم حاجة ضائرة على هذا الفيلم كامل لماذا؟ لأنها ضرورية بزاف ومشاهدون من الناس في الصورة لأن الصورة عامريكا تكون مختلفة على الصورة بطبيعة الحال في الحجم فهذه هي العبارات التي ترونها هنا فقط قد تقول المصور يصورك الصورة الأمريكان ستعطيها معروف العبارات ويأتي لك وكتل إشارة الفيلم مهم ركزوا بشكل جيد على الصورة خاصة لا تكون لك أي حاجة لها وكتل إشارة الصورة تكمل الإزام المسائلين وما تحتاج إلى باسبور أو باسبور أو باسبور لكي تكمل تقوم بإشارة وكي تخرج لك هذه المسائلين التي تكون فيها المسائل أو المسائل أو المسائل أو المسائل هذا المسائل يجب أن تقيده وصوره وكتبه وكتبه مهم يحتفظ به لكي تخرجوا النتائج في شهر خمسة في ميل ستقوم بإشارة المسائل سترى هذا المسائل أو يعني أن تقابلك في القرآن وفي هذه الساعة ستبدأ إجراءات واحدة ليس أنك إن شاء الله ستذهب إلى أمريكا رأيكم الجميع الذين لديوا سؤالي خذوا في كومنتار وكما تنسل الفيديو أجلناك هابلين شاء الله